واحد الكلام على منتخب مصر الأولمبي وأنا بشوف أنه منتخب طبعا فازن طبعا مبروك طبعا منتخب مصر الأول فازن برحة لإسواتيني وتأهل المرحلة الأخيرة من التصفيات هيواجه زنبيا ان شاء الله بإذن الله والمباراة دي هتحسن بإذن الله وصلنا لأمم أفريقيا اللي مفترض أنها بتأهل طبعا المنتخبات الأفريقية أو بتأهل عن طريقها منتخبات أفريقية لأولمبياد باريس المنتخب ده مع منتخب كابتن شوي غريب للعب أولمبياد توكيو أنا بشوفه الاثنين دول مع بعض الجيلين دول تحديدا هم لو خطت عينك على كاس العالم 26 هم أمل مصر وأنا شفت مباراة الحقيقة منتخب كويس ما قدرتش تقايم قوي يعني ما قدرتش طبعا أنت بتقيس دائما قدراتك وقوتك على حسب مستوى الخصم اللي أنت بتنفسه فإسواتيني بالنسبالي مش مقياس لكن أنا شفت منتخب فيه عناصر مباشرة جدا وعيدة جدا واضح واضح يعني وضوح كبير جدا أنه روجيرو ميكالي عملت شغل مع المنتخب فيه جمل وفيه شغل وفيه تحركات بكرة ومن غير كرة فيه شكل المنتخب مفرح هيبن أكتر في اللي جاي واللي جاي زنبيا وزنبيا منتخب محترم جدا وخلي بالك أنه التصفيات شهدت يعني مش عايز أقول مفاجآت لكن يبدو الخريطة خريطة الكرة الأفريقية في المرحلة دي تحديدا متغيرة شوية لأن فيه منتخبات كبيرة أو مش هقول منتخبات كبيرة أسماء دول كبيرة دول عظمى في كرة القدم في أفريقيا خرجت من التصفيات ومش هتروح أولمبياد ومش هتلعب أمم أفريقيا أساسا زي منتخبات تونس زي منتخب الجزائر زي منتخب كود ديفور نتمنى طبعا التوفيق لولدنا امبارح شفت محمد أشرف مصطفى سعد أسامة فيصل أحمد عيد عماد ميهوب حمزة علاء حمزة علاء على فكرة جماعة يعني مبشر جدا جول كيبر محترم على فكرة وشال مبارح يعني خلينا نقول أنه يسوطين عراونا وكادش تروح كتير لكن لما راحت كانت بتمثل خطورة كبيرة وحمزة علاء شال كذا كورة بتقول أنه فيه جول كيبر في الأهلي آه صحيح قدامه ثلاث وحوش يعني قدامه الشناوي ومن ورا علي لطفي من وراهم شوبير لكن حقيقة يقول يعني تراهن على مستقبل أهلي في حراس المرفق فيه عناصر كتير جدا يعني عجبتني مبارح ومنتخب كده ليه شكل كل التوفيق ليهم في اللي جاي إن شاء الله